الفترة الأخيرة ظهر أكتر من فيديو على السوشيال ميزيا بيتكلموا عن أن كتر الأخبار اللي بتحصل في العالم واللي بتتكلم عن الحروب والضمار وكتر الإشعاعات اللي بتطلع خلال الفترة الأخيرة بقى يخليهم حاسين بضغط نفسي كبير جدا لدرجة أن البعض حاسس أنه دخل في حالة اكتئاب ورعب خصوصا لما بيكون فيه إشعاعات وكلام كتير عن الحروب أو بداية الحرب العالمية التالتة واللي ممكن يكون فيها ضمار نووي بيهدد الحياة في العالم كله وبما أن الموضوع مهم فعلا وبقى بيأثر على ناس كتير جدا هيكون معنا دلوقتي على الزوم الدكتور مصطفى إديب استشاري الصحة النفسية عشان طبعا نعرف أكتر منه إزاي نتعامل مع النوعية دي من الأخبار والإشعاعات المنتشرة على السوشيال ميديا